بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 16 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 23 نيسان 2024 استعرض رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة هذا الشهر وحيث خرجت بنتائجه تصب لصالح العراق على صعيد الاقتصاد والسياسة والأمن واستقرار المنطقة ولصالح بناء علاقات ستراتيجية ثنائية وانطلاق اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين فضلا عن أهمية توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكة بين القطاعين العام والخاص العراق من جهة وبين الشركات الأمريكية الرائدة الكبرى والمؤسسات المالية والمصرفية من جهة أخرى كما استعرض سيادته زيارة الرئيس التركي إلى بغداد وتوقيع اتفاق الإطار الستراتيج الثنائي الذي شهدته الزيارة فضلا عن توقيع ستة وعشرين مذكرة تفاهم مشتركة بين مختلف المؤسسات بين البلدين ما سينعكس على الشراكة الاقتصادية والتنموية إلى جانب التفاهم الرباعي الذي ضم العراق وتركيا وقطر والإمارات بشأن مشروع طريق التنمية والفرص الاستثمارية التي يحملها والدخول في مرحلة جديدة من التفاهمات الأمنية والاقتصادية وفي مجال إدارة المياه والحصص المائية في نهري دجلة والفرات وكلها ستدفع بالعلاقات إلى الأمام كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة السادة الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وتوفير أقصى الجهود من أجل تحقيق أعلى مستويات المنفعة المتبادلة ولجميع القطاعات والنشاطات التي تغطيها مذكرات التفاهم إضافة إلى تكليف اللجان المعنية بتأمين مستلزمات النجاح وحصن تنفيذ جميع الاتفاقيات والتفاهمات وافق مجلس الوزرائي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم ثنياً لسنة 2016 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي عرضت في اجتماع مجلس الوزراء وأقر مجلس الوزرائي استثناء مشروع الشبكة الرديفة ومشروع تأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنياً لسنة 2014 لأغراض الرخصة الوطنية للهاتف النقال وبحسب ما مثبت في كتاب وزارة الاتصالات بتأريخ 23 نيسان 2024 من أجل تلبية متطلبات مؤسسات الدولة المتزايدة لمشاريع التحول الرقمي وتأمين احتياجات شركات الموبايل ومؤسسات الدولة والمواطنين من سعة الأنترنت المتزايدة ومشاريع الألياف الضوئية البديلة للهاتف الأرضي ومشاريع الترانزية الدولي في العراق وفي متابعة مشاريع قطاع الكهرباء ألغى المجلس وقرار مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2019 الذي تضمن تمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات اللازمة لإنشاء محطة ثانوية سعة 400 كيلو فولت وتمويل ثلاث محطات سعة 132 كيلو فولت على أن تكون من خارج موازنة الوزارة وأقر مجلس الوزرائي توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية المرقم 24.011 لسنة 2024 بشأن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية من نسبة 10% إلى نسبة 20% للقبول في الجامعات حصرا وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة من أجل السماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولى بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ في 16 نيسان 2024 صادق مجلس الوزرائي على توقيع مذكرة تفاهم الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينز أنيرجي كما أقر إدراج وزارتي التخطيط والمالية والمشروعات المطلوب تنفيذها وفقا لمذكرة التفاهم المذكورة آنفاً وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم لها وأقر المجلس تخويل وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضيف التنفيذ استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنياً لسنة 2014 بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة آنفاً ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 103 في 27 كانون الثاني 1988 الذي دققه مجلس الدولة وأقر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور حيث كان القرار المذكور قد دمج دائرة العلاقات ودائرة التخطيط بدائرة واحدة وألغى تشكيلات إدارية بوزارة العدل كما ألغى قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين وألغى اختصاصها بتحرير التركات وفقاً لقانون رعاية القاصرين وأناط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية وافق مجلس الوزرائي على تخويل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 وأعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24 131 لسنة 2024 المتضمنة الموافقة على طلب وزارة النفط بشأن موضوع تحويل كابسات الغاز من إدخالٍ جمرقيٍ مؤقت إلى دائمي لصالح شركة غاز البصرة وتحويل الهيئة العامة للجمارك لكابسات الغاز بعدد 14 كابسة من إدخالٍ جمرقيٍ مؤقت إلى دائمي لصالح شركة غاز البصرة شريطة أن تكون ضمن موجوداتها حصة شركة نفط الجنوب بنسبة 51% وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 446 لسنة 2012 ودفع ما يترتب على ذلك على وفق القانون وتتحملها شركة غاز البصرة أقر مجلس الوزرائي تخويله السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتين التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا وبين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوزباكستان في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية استناداً إلى أحكام الدستور وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقاً لاستياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء وتابع مجلس الوزراء المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية واتخذ عدداً من القرارات المتعلقة بأوامر الغيار والتنفيذ كما يليه واحد زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء طريق مقالع أبو غار تل اللحم بطول خمسة وأربعين كيلومتر ضمن مشروع إنشاء طريق مقالع أبو غار تل اللحم المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ضمن أوليات المشاريع المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2021 الثنين زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع ماء متكامل كونكريتي بطاقة ألف متر مكعب على الساعة مع خطوط ناقلة لناحية أمقصر ثلاثة زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إعادة إعمار جسر الفيحاء في البصرة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع أربعة زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة جسر الفلوج الثالث ومقترباته في محافظة الأنبار وزيادة الكلفة الكلية للمشروع خمسة زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء جسر جوابة الحامضية المأمون في محافظة الأنبار وزيادة الكلفة الكلية للمشروع ستة زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إكمال تأهيل وتوسيع مستشفى أطفال كربلاء المرحلة الثانية وزيادة الكلفة الكلية للمشروع سبعة استحداث مشروع الإشراف والمراقبة لإنشاء مستشفى الشطر العام سعت ميتين سرير مع التأثيث بكلفة مليار وتسعمية وتسعة وستين مليون دينار ضمن الكلفة الكلية للمشروع ثمانية زيادة ومقدار الاحتياط لمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق ابتيرة الفجر آلبدير بطول مية وثلاثة وستين كيلومتر المرحلة الأولى ضمن محافظة ميسان بطول اثنين وسبعين كيلومتر وزيادة نسبة الكلفة الكلية للمشروع واستحداث مشروع باسم جسري الصبابات الكون كريتيين تسعة استحداث مشروع باسم رفع تعارضات الكيبل الضوئي لجسري الصبابات عشرة زيادة مقدار الاحتياط لمشروع إنشاء قصر العدالة في النجف الأشرف وزيادة الكلفة الكلية للمشروع شكرا